والآن إلى جولتنا اليومية لمتابعة أبرز ما تناوله الإعلام الإسرائيلي مع وائل عوات الكاتب والباحث في أشؤون الإسرائيلية مرحبا بك وائل إليك الكلمة أهلا بك العزيز عمرو والمشاهدين تذكروا اسم هذه الوحدة 8200 هي وحدة التنصط الإلكتروني في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية لأنها أخيرا أخيرا بدأت رسميا بجمع المعلومات التي ستشكل قاعدة التي سيحقق عليها في الإخفاق والفشل الكبير لإسرائيل في السابع من أكتوبر صحيفة تعالى اتذكرت اليوم بأن هذه التحقيقات ستكون داخلية ستشمل جميع التشكلات العسكرية وستكون بإشراف ضباط كبار وستتناول هذه الوحدة استعداد القوات للقتال ووصولها إلى ميدان القتال في السابع من أكتوبر انتشارها فيها وكيف خاضوا القتال لديها الكثير من أنواع الأسئلة في موقع والله قالوا أن الضباطا يريدون أن يستعدوا للإجابة على أسئلة مشددة صعبة ولذلك يجمعون المواد من الجهة الأخرى يريد الضباط أن يبلوروا السردية التي ستستند عليها الحرب الإعلامية على مستوى المسؤولين في الشعب والأذرع والأسلحة يعني بتوقع كمان حرب إعلامية داخل إسرائيل في من سيتحمل إخفاق السابع من أكتوبر بالأول كانوا بدهنوا يحققوا في الموضوع الآن ولكن بدأ الموافقات بأنه يجب أن نبدأ التحقيقات تذكيرا هاليفي قائد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي كان قد أثر عاصفة سابقا قبل حوالي شهر عندما قال بأنه سيحقق خصوصا من جماعة نتنياهو وذلك بذريعة أن التحقيقات يجب أن تكون بعد الحرب لماذا؟ لأنه ضباط عرايهن أن يركزوا بالحرب وليس بالتحقيقات هاليفي قال لهم نحن بحاجة إلى هذه التحقيقات من يدري إذا حزب الله كرر بينك سين سابع من أكتوبر آخر في الشمال أليس يجب أن نكون قد أعددنا دروسنا مما حدث في الجنوب لمواجهته؟ يأتي قرار هاليفي بشأن بدء التحقيقات الداخلية على خلفية إعلان مراقب الدولة في إسرائيل بأنه سيبدأ تحقيقاته وهناك توتر كبير بين المستويين السياسي والعسكري في موازات ذلك سيجري فريق تابع لهيئة الأركان العامة هذا بإخضاعش لهاليفي أي فرقة تاني في الجيش تحقيق حول أحداث جرت في بداية الحرب لأنه تقول صحيفة معاريب من بين هذه الأحداث التي سيحققوا فيها قيام دبابة إسرائيلية بقصف منزل داخل ما يسمى كيبوت أو قرية تعاونية وقد علم الجيش بوجود رهاء إسرائيليين داخل المنزل وقصفها وقتل من فيها من حمار وثلاثة عشر رهينة إسرائيلية وعرأيهم أنه سيحققون إذا كان هذا في انتهاك للقانون الدولي إياك الاحترام قاعدين بحققه في المست بالقانون الدولي على فكرة اليوم رئيس الأركان هليبي تطرق إلى الإبادة الجماعية وعمليات القتل والتدمير والنهب الواسعة في غزة وقال بما يشبه الاعتراف المبطن قال أنه لست قل لجيشه لسنا في حملة قتل حوالي 30 ألف شهيد ليس لسنا في حملة قتل ولا انتقام ولا إبادة جماعية كل هذا ليس قتل ولا وقال نحافظ على جوهرنا الإنساني على رأيه خلافا لأعداءنا وعلينا أن نحرص على أن لا نستخدم القوة حيث لا يتطلب الأمر ذلك وأن نميز بين مخرب وليس كذلك بس للتذكير قتلوا ثلاث إسرائيليين فكروه المخربين تذكروه وقال لا تسرقوا تذكارا أو قطعة أو سلاح ولا تصوروا مقاطع انتقام هاي لا تأخذوا شيئا ليس لكن بتحسوا بيحكي مع طلاب مدرسي لا تسرقوا من هناك طبعا هذا الكلام جاء لأنه أحرجت بين كثيرا إسرائيل نوعا ما لأنه فيه جنود يصورون كيف يأخذون ويسركون من داخل البيوت في غزة ويصورون ذلك أنتقل للفيديو الأول أهالي الأسرة لربما اليوم إذا بتقولوا لي وانت كان أكثر يوم أغضبهم السابع من أكتوبر وانت ثاني يوم أغضبهم اليوم كما يقال وصل السيل الزبا لماذا؟ سموتريتش أجرى اليوم لقاءا ما أحد الراديوهات سألوا الوزير سموتريتش هل موضوع الأسرة هو الأهم الآن؟ كيف شو قال؟ قال كلا والله قال كلا ليس هو الأهم بعدين ظبط قال يجب أن نقضي على حماس أولا شو يعني وزير في دولة؟ بقول لأهالي أسرة ليس حياة أولادكم هي الأمر الأساسي الآن من زاد الطين بيلا اليوم؟ عضو كنيسة نيليكود مقرب كثير من نتنياهو اسمه ميكي زهر سألوا خلال جلسة في الكنيسة اليوم هل تواجدنا في خان يونس ودخولنا لربما لاحقا إلى رفح؟ فيعرض حياة الأسرة للخطر؟ قال بكل بساطة قال نعم جنة جنونها للأسرة الأول بكلهم أبنائكم ليس شيء الأساسي والتاني بكلهم قصفنا سيعرض أبنائكم للخطر يرون الدولة تترك أبنائهم أمام أعينهم وهم يرون كيف نتنياهو أوقف المفاوضات الأخيرة دون أن يعود لأحد عادوا اليوم للتظاهر أمام مقر الأمن وسينامون هناك وقالوا لن نخرج من هنا أو لن نغادر المكان لا في الليل ولا في النهار سنعتصن حتى يعود أبنائنا رئيس المعارضة يئر لبيت كتب اليوم تغريدة وصف الحكومة بأنهم أشخاص بلا قلب يأخذون إسرائيل إلى الهاوية دون إعادة المخطوفين لا يوجد انتصار يقول إذا لبيت بقول عنهم بلا قلب اكتشاف مهم باعتقادة متأخر شوي في كمان أسباب لهذا الاستنتاج ما أخذ بعين الاعتبار أما قطوة جيدة من الطخط الجديد على أهالي الأسر اللي اليوم عرفوا بالحرف الواحد بأن أبنائهم ليسوا الأهم أنتقل للفيديو الثاني طبعا تغطية كبيرة اليوم لما كان في مجلس الأمن ويعتبرون في الإعلام الإسرائيلي بأن فشل مجلس الأمن اليوم بتمدي مشروع القرار الجزائر الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد الفيتو في العادة يعتبروا طبعا إن جاء نتانياو ماذا قال تعليقا قال نحن ملتزمون بمواصلة الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها نفس الجملة وذلك خلال مخاطبة وعناصر في الجيش الإسرائيلي وأضاف اليوم هناك ضغوطات كبيرة على إسرائيل من الداخل والخارج لوقف الحرب من الخارج فهمنا عرايه عن التصويت ومن الداخل يمكن قصده كمان بأنه يمس هنا في أهالي الأسرة وبتهمهم إنهم يريدون إفشال تحقيق أهداف الحرب مقابل أبنائهم قال قبل أن نحقق جميع الأهداف لن نوقف الحرب ولن نطلق صراح أو يبدو بأنه يقصد بأنه لن يطلق صراح الرهائم بأي ثمن وقال نريد حقا تحقيق إطلاق صراح آخر أسير وقطعنا طريق طويلة ولكننا لسنا مستعدين لدفع أي ثمن وأضاف أيضا لن ندفع الأثمان التي تطلبها حماس لأنها تعني هزيمة إسرائيل ونحن ملتزمون بمواصلة الحرب حتى إطلاق صراح آخر أسير يعني نتنياهو على أرض الواقع لا يعمل أو لا يريد أو أفشل حتى الآن عدة مرات تحتشعارات مختلفة إطلاق صراح الأسرة ويعتبر ذلك ضغطا داخليا ويوازي نوعا ما بالضغط الدولي الخجولي المحدود أعرض ولكن حتى هذه المحاولات يكون لن توقفنا لا هذه من الخارج أو لا تلك من الخارج ولا هذه من الداخل الفيديو الثالث المفاوضات على سيرات المفاوضات الصافر في فيديو دروكر في قناة لقطاش اليوم قال أنه موضوع تبادل الأسرة الآن كرة الكرة في الملعب الإسرائيلي الكرة بالأساس في الملعب الإسرائيلي ويقول تقريبا الجميع ما عدا نتنياهو بينيك فيروس موتريتش داخل الحكومة لا يريدون الصفقة بهذه الصورة يعني بس موتريتش بينيك فيروس ونيتنياهو بدهنج الباقي بده حتى أيزينكو تحدثنا أمس عن رسالته أوضح بأنه لا يمكن القضاء على حماس قريبا وقال ربيب دروكر الصحفة نتنياهو يعرف بأنه لا يمكن القضاء على حماس قريبا ولكنه لا يعترف ليه؟ أسباب سياسية وكونه حسب راي دروكر نتنياهو في آخر أو هي آخر جولة في حياته السياسية لذلك يريد إطارة أمد الحرب التحليلات القديمة اليوم على اليوم وفي عنده نظرية بقول بالعكس بتكون تقدوا على حماس اطلعوا الأسرة لأنه بعدين نرجع عندهم بدون ولادنا وهذا أفضل طبعا التحليلات العام يحاول صفقة تبادل الأسرة أنه فيه تنازلات من حماس وأن الأمور لانت نوعا ما بس هذا الكلام نسمع من مدة طويلة في الإعلام الإسرائيلي عشان إك بفكر أنا باعتقادي لا يعول عليه وحتى وإنت كان فيه تقدم صحنا نعرف من يتلف نتنياهو ويلتف على الشركاء وداخل الكابينيت لكي يتلف صفقة التبادل الفيديو الرابط مرة أخرى طائرة لحزب الله تدخل إسرائيل وهم لا يعلمون هاي شايفين صورتها اليوم لكوها بعكة أمس وجدوها في طبرية لم يكتشفوا أمس إلا لما انفجرت لم توقع إصابات لكنها انفجرت الصدمة أن أجهزة الرادارات لم تكتشف وزعلنين طبعا أنه ما اكتشفوش ومش بس نتنياهو مش عاجبوا أنه قائد الأركام بده يحقق داخل الجيش عن الفشل طب مهات كمان فشل اليوم رجل خرج لساحة بيته هيك بالضبط خرج لساحة بيته في عكة طباحا وجد طائرة صغيرة خاف اتصل بالشرطة يقولون أنهم ظنوها بادئ الأمر طائرة إسرائيلية لم يعلموا فقدان الاتصال فيها لاحقا سريعا سريعا تبين أنها طائرة تابعة لحزب الله لم تكن فيها متفجرات كانت فيها أجهزة كاميرات وتجسس أمس كان فيها متفجرات اليوم لا وبقولوا كيف بقولوا بالعامية من جنين لا كبة حديدية اشتغلت ولا ففرات انذار اشتغلت لا مبارح ولا اليوم لا الطبرية ولا في عكة ويقولون بأنه السبب بأنها تطير الطائرة على مستوى منخفض والله شو هالخدعة السهلة هاي على كل أجهزة التجسس والرقاب والاستشعار طارت منخفض وتجاوزت كل هدول على فكرة على الرغم من أن الحوثيين اليوم أعلنوا عن تنفيذ عدة عمليات عسكرية بطائرات مسيرات صواريخ بحرية استهدفت سفن حربية أمريكية في البحر الأحمر والبحر العربي ومواقع إسرائيلية أيضا قالوا أرسلنا مسيرات إلى إيلات وسفينة إسرائيلية في خليج عدن ولكن لم أنتبه بأنه في الإعلام الإسرائيلي شددوا على هذا الموضوع أكريبا تجاهلوا يمكن جزء بدين يشتغلوا في يد الحوثيين في الحرب النفسية ويمكن في أسباب أخرى ولكن أذكر بأنه أمس كانت 13 قالت 900 مسيرة أو ما يشبه المسيرة أطلقت اتجاه إسرائيل منذ بداية الحرب ولكن لم نسمع خلال الحرب إلا عن الكليل منها أمس فقط كانت 13 قالت 900 يعني ممكن بأنه فعلا وصلت مسيرات لم يعلن عنها وقد يعلن عنها سابقا زي ما أعلنوا أمس يمكن أنتقل للفيديو الخامس والأخير عضو الكنيس اللي شايفينه بالصورة اسمه عفر كسيف عظم من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة يساري مع حقوق الإنسان ضد الحرب على غزة يقف مثلا في القدس في الشيخ جراح يواجه الشرطة في جسده لديه أفكار تقدمية وهو أصلا أصلا يرشح مع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قائمة عربية هي بسموها عربية يهودية بس كل عرب وهو اليهودي موجود هناك وأيد التحقيق في إسرائيل فيما يتعلق في جرائم الحرب لأنه أيد ذلك حاولوا إزالته في الكنيسة في اللجنة الكنيسة صادقوا على إزالته اليوم في اللجنة العامة أو في الهيئة العامة لم يجدوا تسعين صوت ليصوتوا ضده سنرى كاناء 14 اليوم نرى الإعلام الإسرائيلي كيف يشتغل تحرد على من غاب عن الجلسة التي صوتوا فيها ضد عفر كسيف حتى من أعضاء الكنيسة اليهود لكي يتحرد عليهم وحردوا أيضا على يائر لبيد رئيس المعارضة من ياش عتيد قال ليه ما جاش لبيد طلع وضح يعني بقول بأنه يجب أن نحافظ على صورتنا الديمقراطية أمام العالم والمحكمة ستعيد عفر كسيف إذا ما ذا يعني حتى لو الكنيسة تفصلته المحكمة العليا ستعيده لأنه موقفه موقف سياسي من المفروض في القانون الإسرائيلي أن لا يفصل عليه فبقول لبيد بأنه شو يعني نقيله تفضحنا بالعالم عساس مش كتير يعني عساس في وضع ممتاز يعني ويعود بالمحكمة يجب كان من الحكمة مصلحة إسرائيلية أن لا نصوت على إقالته إلى هنا أعزائي نعود إلى الاستيديو كان هذا أهم ما لخص في الإعلام الإسرائيلي اليوم نراكم غدا مرة أخرى في هذه النافذة والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر